بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين متتبعي قناة نزال عبد الرؤوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو رح نحكيه على موضوع الإيواء واللاوثيقة شهادة الإيواء وكيفية إصدارها كما رأوا معروف أنه بناء على تصريح أو التصريح بالإيواء المعد من طرف الشخص الآوي سواء كان صاحب ساكن خاص أو اجتماعي أو ساكن فردي أو مؤجر لسكانات يشغلوها مستخدمون في إطار عقد كيراء مع مؤسسة عمومية أو خاصة بهذا التصريح يمكن لكل شخص مقيم بصفة مؤقتة لدى أحد أقاربه أو زملائه أو أي شخص آخر أن يستفيد من شهادة إيواء تثبت إقامته في العنوان المصرح به وذلك بناء على هذا التصريح وهذا بموجب التعليمة رقم 27 المؤرخة في 27 أكتوبر 2019 يعني أي شخص يحب يدير ريزيدونس لشهادة الإقامة أو بطاق الإقامة في بلدية ما يقدر يديرها لكن بهذه الشروط للتوضيح أكثر أن الاستفادة من شهادة الإيواء تقدر تخرج بها شهادة إقامة وتدرجها حصرا ضمن ملف طلب بطاق التعليف الوطنية أو جواز الصفر وهنا راح يكتب لك الغرض من استعمال هذه الشهادة وتقدر ذلك تخرج بطاقة إقامة للإدلاء بها في إطار ما يسمح به القانون وهنا تقول التعليمة أنه تتضمن وجوبا الغرض الذي أصدرت من أجله والذي لا يمكن أن تستعمل لغيره يعني كما قلت يكتب لك لها الغرض من استعمال هذه الوثيقة لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد بشهادة الإيواء أو بشهادة الإقامة الصادرة على أساسها كإثبات إقامة للمطالبة بسكن اجتماعي بمختلف صيغه ولا يمكن أن تعوض المعاينة الميدانية لإثبات الإقامة الدائمة بالبلدية يعني هنا شهادة الإيواء ما تثبتش أنك مقيم دائم بهذه البلدية وكذلك شهادة الإيواء ولا بطاقة الإقامة التي صدرتها بشهادة الإيواء لا تستعملها في ملف السكن بكل صياغه أما عن الأشخاص الراغبين في استخراج شهادة الإيواء يجب عليه استظهار التصريح بالإيواء اللي حكينا عليه يجب على الآوي تحرير التصريح بالإيواء لدى مصالح البلدية أما عن الإثباتات المقدمة فهي وصل أو عقد كيراء لصالح الآوي وصل الكهرباء والغاز باسم الآوي وصل مصلحة المياه باسم الآوي بيان ملكية العقار موضوع التصريح بالإيواء عقد الإيجار أو قرار الاستفادة من سكن باسم الآوي مقرر تخصيص سكن وظيفي وكل هذه الوثائق المقدمة تكون باسم الآوي يعني صاحب السكن لراك مقيم عنده أما عن نموذج شهادة الإيواء وتصريح بالإيواء فهو نموذج موحد وذلك طبقا للتعليم رقم 27 المؤرخة في 27 أكتوبر 2019 يعني تروح أنت والشخص الآوي للبلدية مرفوقين ببطاقات الهوية زائد الإثباتات المقدمة من طرف صاحب السكن باش تسنيوا على تصريح بالإيواء بعدها راح تستخرجوا شهادة الإيواء لتقدر تخرج بها شهادة الإقامة أو بطاقة الإقامة لإدراجها في ملف ما للعلم أن مدة صلاحية شهادة الإيواء ثلاث شهر يعني ثلاث شهر تموت ويجب أن يكتب عليها الغرض من استصدار وثيقة الإقامة المبينة على التصريح في الأخير أرجو أنكم استفدتم من هذا الفيديو واللي عنده أي سؤال ولا استفسار يقدر يكتبوه في الكمونتر أسفل هذا الفيديو وهنا ما أبقى لي غير نقول لكم لما اشتركش في القناة اشترك وفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وإلى اللقاء في فيديو آخر مع يوم آخر إن شاء الله سلام